يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يفسر بعض الآيات التي يتضح معناها ظاهرا له دون الرجوع للتفسير لا قد يكون أخطأ في تفسيرها فلابد من الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة كتب التفسير الموثوقة لأنك تتكلم عن مراد الله تقول مراد الله في هذه الآية كذا فأنت تحكي عن الله تقول على الله إذا قلت عليه بغير علم فإنك مؤاخذ نعم